يختلف عنه في العهد الجديد إذ يحتجون بالقول أن العهد القديم يقدم لنا الله ديانا ومنتقما يأمر بالقتل والإبادة فتراه مرة يمتر نارا وكبريتا من سماء على الأشرار في سدوه معمورة ومرة أخرى يهلك كل الأرض معدى ثماني أنفس بالطفان بينما نراه في العهد الجديد محبا ومضحيا ورحيما وغفورا يصنع خيرا للكل ويوسي أتباعه وتلميذ بأن يحب الجميع حتى أنه يذكر في الإنجيل أن دافع تجسد الإبن الحبيب لفداء العالم هو المحبة الفائقة للعالم حيث يقول هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يحنى 3.16 بطبيعة الحال فإن هذه النظرة عن الله في العهد القديم والجديد تعتبر نظرة قاصرة وغير منصفة هذه النظرة السطحية والخاطئة كانت أساس عليه بدأت بدعة مارسيون في القرن الثاني الميلادي حيث نادى مارسيون بأن إله العهد القديم لا يمكن أن يكون نفس إله العهد الجديد فإله العهد القديم إله منتقم غضوب عكس إله العهد الجديد المحب والغفور والرحيم نادى مارسيون بوجود إلهان واحد فاء خالق وآخر فادي الخالق منتقم وعنيف وغضوب بينما الفادي محب والرحيم وإله سلام من ينادي بوجود اختلاف بين سورة الله في العهد القديم وسورة الله في العهد الجديد أمامه فقط احتمالان لهذا الاختلاف الاحتمال الأول أن يكون قد ترأى تغيير على شخص الله وصفاته فتحول الله من إله غاضب إلى إله محب الاحتمال الثاني أن يكون هناك إلهان كما نادى مارسيون واحد خالق وهو منتقم وجبار وغضوب وآخر فادي محب ورئيس للسلام فهل فعلا يوجد اختلاف بين سورة الله في العهد القديم والعهد الجديد وهل العهد القديم يقدم الله بهذه السورة المرعبة بينما يقدمه العهد الجديد بسورة أرق وأرحم من ذلك كل هذا سوف نناقشه في هذه الحلقة المهمة تحت عنوان هل الإله المحب رئيس السلام هو نفسه رب الجنود مرة تانية برحب بحضراتكم وطبعا بسعد جدا بمداخلاتكم وأيضا تعليقاتكم ومشاركتكم في هذه الحلقة نأتي إلى زي ما قلت الإدعاء هذا الإدعاء يعتبر إدعاء خطير جدا ليه؟ لأنه يقول أن إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد هذا هو الإدعاء وهذا الإدعاء ليس يعني بالجديد هذا الإدعاء قديم جدا يرجع إلى سنة 144 ميلادية يعني نحن بنتكلم على أكثر من 1900 سنة هذا الإدعاء كان موجود في القرن الثاني الميلادي الأول يعني يلقب زي ما البعض بيقول الأول يلقب برب الجنود إله منتقم إله جبار إله يعني يرسل نارا وكبريتا إله يدين كل هذه الصورة أما الآخر في العهد الجديد فنراه محبا رحيما غفورا رئيس للسلام الأول نراه في العهد القديم والثاني نراه في وجه وفي شخص يسوع المسيح هذا هو الإدعاء وهذا الإدعاء زي ما قلت هذا الإدعاء مبني على يعني فهم خاطئ لطبيعة الله دي أول حاجة ومبني على فهم خاطئ للكلمة المقدسة وهذا الإدعاء يعتبر إدعاء خطير جدا كويس؟ ليه؟ لأنه إدعاء يضرب لب الإيمان المسيحي جوهر الإيمان المسيحي فجوهر الإيمان المسيحي هو الإيمان بإله واحد هذا الإله الذي أعلن عن نفسه في العهد القديم أتى إلينا متجسدا في العهد الجديد فهو إله واحد المندى بأن إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد زي ما قلت في المقدمة يفترض أمران يعني لازم وإحنا بنقول الكلام ده يبقى هنروح إلى ناحيتين إذا قلنا أن فيه اختلاف ما بين إله العهد القديم وإله العهد القديم الجديد يبقى أنا عندي احتمالين لا ثالثة لهم كويس؟ الاحتمال الأول أن يكون قد ترأى تغيير على شخص الله فهنا شخصيتين يعني نقيد زي ما بيدعي البعض في إما أن هذا الإله تغير مع الزمن تحسن كان عنيف كان منتقم كان جبار كان رئيس يعني رب الجنود وبعدين جي في العهد الجديد يعني حسن شوية من نفسه حصل عليه تغيير كويس؟ فرأيناه محباً رحيماً غفوراً رئيس السلام وطبعاً أنا كلم عن الاحتمال دواً إزاي هذا الاحتمال أو هذا الافتراض ليس له علاقة نهائي لا بشخصية الله ولا بإعلانه عن نفسه في الكتاب المقدس ومن خلال أيضاً الكلمة المتجسد الحاجة الثانية أنه يبقى وجود إلهين يفتريد وجود إلهين إله للعهد القديم وإله للعهد الجديد وده اللي وصل له مارسيون كويس في القرن الثاني قالك فيه واحد أدنى وفيه واحد أسمى فيه إلهين مختلفين طيب أجي للإدعاء اللي افترض الأول هل ترأى تغيير على شخص الله من أساسيات الإيمان المسيحي أن طبيعة الله وجوهره لا يتغير الله لا يتغير لا يتغير هو هو أمساً واليوم وللأبد ليه؟ لأن التغيير يفترض عدم الكمال إذا قلت إن الله يعني تغير يبقى أكيد الله غير كامل فحصل فيه نوع من التغيير التغيير يفترض عدم الكمال وحاشة للرب أن يكون غير كامل فهو كامل في كل صفاته كمان التغيير يفترض أن يكون للأفضل أو للأسوأ يعني لم يقولك أنه فلان ده تغير تغير إزاي؟ هل بيه أفضل ولا بيه أسوأ؟ فيه ناس بتتغير للأفضل وفيه ناس بتتغير للأسوأ فهل الله لما حصل عليه تغيير أو حصل ليه تغيير هذا التغيير حصل للأسوأ وللأفضل؟ طبعاً هذا ضد الكتاب معدس ضد إعلان الله عن نفسه ضد إعلان الله عن طبيعته في كلمة الله كويس؟ فالله واحد الله واحد في كل العهدين القديم والجديد الله واحد والعهدين القديم والجديد يؤكدان على عدم التغيير في شخص الله لا يتغير لا يتغير وده اللي بيأكده العهد القديم واللي بيأكده أيضاً العهد الجديد يعني ربنا يقول كده الرب يقول في ملاخي ثلاثة وعدد ستة لأني أنا الرب لا أتغير الإنسان يتغير لكن الرب لا يتغير هو لا يتغير أبداً ودي حقيقة حقيقة مهمة جداً لنا وبالحقيقة دي يعني هي مصدر رجائنا ومصدر سلامنا ومصدر تمنيتنا ومصدر يعني ثقتنا في شخص الله لأن الله لو بيتغير احنا ما نعرفش هي يكون بكرة شكله إيه يعني الله لو بيتغير دي مصيبة كفيس؟ الحاجة التانية اللي أكدها العهد الجديد يعقوب واحد ساعتاشر الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران ربنا ما عندهش تغيير ولا ظل دوران فإله العهد الجديد هو هو نفسه إله العهد القديم الإله الذي أعلن عن نفسه في العهد القديم أعلن عن نفسه في العهد الجديد وده اللي قاله أيضاً كاتب العبرانين أن الله بعدما أعلن قديماً للأنبياء بأنواع وترك كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنيه فالكتاب المؤدس كله كل الكتاب المؤدس هو تاريخ الخلاص تاريخ الخلاص وحدة وحدة اللي فيه شخص الرب واحد اللي قالها العهد القديم أنك تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك أكدها أيضاً العهد الجديد أنك تحب الرب إلهك من كل فكرك ومن كل قلبك ومن كل فكرك الله لا يتغير أساس من أساسيات الإيمان المسيحي هو الإيمان في إله لا يتغير لا في طبيعته ولا في صفاته طيب نجري للإحتمال الثاني الإحتمال الثاني هل اللي وصل إليه مارسيون بايس مارسيون بالنسبة له أنه عدم إدراكه أنه إله العهد القديم ممكن يكون نفسه هو إله العهد الجديد وصلوا إلى اقتناع أنه لا 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 السورتين مختلفتين وبالتالي إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد ويوجد إلهين واحد في العهد القديم هو الخالق واحد في العهد الجديد هو الفادي كويس ففي القرن الثاني الميلادي وبالتحديد سنة 144 ميلادية نادى مارسيون السنوبي بوجود إلهين واحد أقل وآخر أسمى ما هو يعني في الصورة اللي رسمها كويس قال لك إله العهد القديم أقل والإله العهد الجديد هو الأسمى الإله الأقل هو الخالق لأنه مارسيون أيضا كان يؤمن بالغنسية وإنه المادة شر كويس إلى آخر هذه الأمور الإله الأقل هو الخالق وقد أعلن عن نفسه في صفحات العهد القديم وهو إله منتقم وديان ويركز على تطبيق النموس كويس الإله الأسمى هو الإله الفادي الذي كان غير معروف للعالم حتى جاء يسوع المسيح إلى عالمنا وهو إله صالح غير منتقم ومحب غفور ورئيس السلام أعرفين أنه ليس بجديد تحت الشمس الأفكار بتتكرر مع الزمن الأفكار بتتكرر مع الزمن ويوجد اليوم من يدعو إلى أنه إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد وأمور كهذه كثيرة طيب هما بأصحاب أو اللي عنده هذا الفكر بيقولك أنه إله العهد القديم شوية عنده نقطة الدينونة والغضب والعنف والعقاب واضحة جدا فنجده بيدين بيغضب يعني إله غير محب فهل يجي هنا أطرح هذا السؤال هل الرب الإله في العهد القديم منتقم وغضوب وغير محب يعني أي واحدة يقرأ العهد القديم كله هل السورة إذا أرى بعناية إذا أراه بعمق إذا فعلا أراه عشان يعرف إعلانات الله عن نفسه كويس فيما قاله الرب وفيما عملوا أيضا الرب وفيما اختبروا المؤمنين على مر العصور كويس وسجل لنا في الكتاب المقدس بالروح القدس هل الرب الإله في العهد القديم منتقم بس غضوب بس غير محب هل هذا كل اللي احنا بنطلع به لما نقرأ العهد القديم لا طبعا هذا التصور تصور خاطئ وهذا التصور تصور منقوس وهذا التصور غير حقيقي عن شخص الله لأنه أيضا نفس العهد القديم اللي بيسجل لي دينونة الله على الخطاة بيسجل لي أيضا محبة الله ورحمة الرب وغفران الله على صفحاته وأي قارئ منصف عادل يقرأ الكتاب المقدس يقدر يوصل إلى هذه الحقيقة كويس هل تحدث العهد القديم عن محبة الله ورحمته وعطفه وطول أناته أنا بطلع هذا السؤال على من يدعون بأنه رب العهد الأديم هو رئيس أو رب الجنود إله منتقم جبار غضوب هل العهد القديم تحدث عن محبة الله وغفرانه وطول أناته ولا لا أكيد أكيد وأنا هقدم لحضراتكم شواهد ومواقف كثيرة أعلن فيها الله عن محبته وغفرانه وطول أناته ورحمته تجاه أشخاص وتجاه شعوب يعني أنا أنا مش عارف الساعة بتاعة البرنامج دي هتكفي هنقدم فيها إيه ولا إيه لكن أحاول بقدر الإمكان أني يعني أجاوب على هذه الأسئلة بكل وضوح محبة الله على صفحات العهد القديم أين نجد محبة الله على صفحات العهد القديم أعتقد أول حاجة بنشوفها بنشوفها عندما خلق الله الإنسان على صورته وعلى شبهه دي أول صورة بنجد فيها قلب الله نحو الإنسان عطف الله نحو الإنسان الإنسان الذي خلق الرب وعطاه يعني خلق كل شيء لأجله وجعله رأس الخليق لكن في مواقف معينة نشوف محبة الله مثلا معاملة الله مع قيين قيين الذي قام على أخيه وقتلوا قيين الذي يستحق العقاب يستحق الدينون هل الله في تعامله مع قيين أزهر رحمة وعطف ولا لأ اللي يقرأ أصحاح 4 من سفر التكوين يعرف إنه زي ربنا تعامل مع قيين للدرجة حتى الخوف اللي جوه قيين إنه كل من يراني يقتلني الرب تعامل مع هذا الخوف أليست معاملة الله مع قيين شملت رحمة وعطف وحنان وطول أنات وصبر ولا لأ طيب ماذا عن سادوم معمورة دايما أقول سادوم معمورة كيف أن الله يحرق مدينة كاملة بكل ما فيها سادوم معمورة لما نقرأ القصة في سفر التكوين أصحح 18 نعرف إنه إبراهيم كان بيتشفع من أجل سادوم معمورة وقال للرب أديان كل الأرض لا يصنع عدلا يعني إنت إنت رب ديان كل الأرض مش ممكن تقتل الكويس مع الوحش ربنا قال له طيب وريني مين الكويس في المدينة إبراهيم ما لقاش حد خمسين ما فيش والأعداد بدأت تقل عشرة ما فيش يقول كده أنه لو وجد بار واحد لو وجد بار واحد فيها ربنا لو وجد بار واحد فيها ما كانش هلكها مش شايفين هنا بر الله ورحمته الإنسان عايز يخلق إله على صورته والإله اللي عايز يخلق على صورته هو إله كيوت نايس حلو رقيق كده مش بار ولا عادل ولا ديان ولا قدوس إله بس يعني كل اللي عمله يعني إنه لا يدين أحد ولا يهلك أحد ده اللي عايز يعمله الإنسان يخلق إله على صورته ده حتى الإنسان حتى الإنسان هو عكس الصورة اللي عايز الله عليها يعني الإنسان عايز البر ده لو إنسان بار يعني عايز العدل لنفسه يعني لكن هو عايز يخلق إله يخلق من العدل ويخلق ويخلق من البر إله على مزاجه كويس هل أعلن الله عن محبيته وصفاته في العهد القديم بكل تأكيد من أشهر الآيات إعلان رب عن صفاته لموسى لما يقول كده الرب عن نفسه الرب إله رحيم ورؤوف رحيم ورؤوف الرحمة تعني أن الرب يرفع عن الإنسان ما يستحقه من عقاب دي الرحمة رؤوف بطيء الغضب هو بيغضب آه طبعا أي إنسان بار يغضب لما يرى الشر فكيف فكيف ننزع من الله قدسته إزاي إزاي ننزع من رب قدسته بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطية أليست هذه كلها إعلانات عن صفات الله وعن محبته ورحمته طول أناته إحسانه وفاءه غفرانه ويجي واحد يقول لي لا إنه سورة الله في العهد القديم إله منتقم يديان غضوب كمّة كمّل مع حضراتكم داود الذي الذي يفدي الذي يفدي من الحفر حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الضهر لم يصنع معنا حسب خطيانا ولم يجازنا حسب آثامنا دا لو الرب عمل معانا حسب خطيانا وجزانا حسب آثامنا ما كناش النهاردة يبقى لنا موجود لأنه من يتبرر أمامك إذا حاكمته لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفه كبعد المشرك من المغرب أبعد عنا معصينا أليس هذا إعلان إعلان بالروح القدس عن طبيعة شخص الرب يخفر جميع زنوبك يشفي كل أمراضك يشبع بالخير عمرك قلولي هنا أين السورة اللي عند البعض الانتقام والدينونة والهلاك والغضب اللي شايفينه في شخص الله طبعا الدينونة موجودة ورب بيو دين ورب بيهلك أشخاص هم مدن ده مش تناقض بس لأن الله بار وعادل وقدوس حتى حتى لو نقشنا المدن اللي أمر الرب يشوع أو الشعوب اللي أمر يشوع أنه تباد هذه الشعوب فعليا أي دارس وأي فاهم لكلمة الله يعرف أنه من الوقت اللي ربنا قال لإبراهيم في تكوين 15 أنه نسلك هيكون متغرب في أرض غريبة 400 سنة وبعدين يقول له السبب لأن لأن ذنب الأموريين لم يكن قد كامل بعد يعني أنه الفترة الطويلة دي كلها هتعودوها 600 سنة أبلا ما تدخل أرض كنعان الرب هيصبر على الشعوب دي ويعطيها فرصة لكي ما تتوب وتعود إليه لكن إذا استمر الإنسان في خطاياه إذا استمر الإنسان في شره أليس من حق الله أن يدين أليس من حق الله أنه يعاقد أليس من حق الله أنه يزهر بره وقدسه طيب مزمور آخر مزمور 145 يقول كده الرب حنان ورحيم طويل روح يعني أنا أنا بجيب الأيات دي ليه الأيات دي من العهد الأيات دي بتكلمني عن حنان الله محبة الله رأفة الله طول أناته إحسانه جوده ودي موجودة إعلانات إلهية في العهد الأديم وكتبها أناس اختبروا أيضا في معاملتهم هذا الإله المحب الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله الرب عادة كل ساقطين مقوم كل المنحنين أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه تفتح يدك فتشبع كل حي رضا الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله أنا كل ما نذكر هنا دلوقتي هو آيات من العهد الأديم بتجاوب على السؤال هل العهد القديم يحتوي على نصوص تؤكد محبة الله ورحمة الله وغفران الله وطول أناته أم لا ليه الذين يدعون إن إله العهد القديم إله منتقم يختلف عن إله العهد جديد ليه ما بيرجعوش للنصوص دي ليه ما بيذكروش للنصوص دي لأنها مش هتخدم غرضه أو لأن عندهم تفكير ناقص غير كامل وعش كده حتى مارسيون في بدعيته رفض كل العهد القديم واحدة من أسباب يعني جمع الكتاب المؤدس كوحدة وحدة في أصفار بنسميها قانونية الأصفار المقدسة كان واحدة من الأسباب إن كنيسة الأولى أرادت أن تؤكد ما هي الأصفار المقدسة وما هي الأصفار غير المقدسة فلما جئ مارسيون ورفض العهد الأديم ورفض كل أنجيل فيما عاد لؤة حتى إنجيل لؤة أخذ منه أجزاء معينة وقبل فقط عشر رسائل من رسائل الرسول بوليس يعني الإنجيل بحسب مارسيون كان مكون من إنجيل لؤة وعشر رسائل بوليس كويس كرونس الأولى كرونس الثانية غلاطية فيليبي آفاسوس كولوسي تسالونيك الأولى تسالونيك الثانية وفليمون كويس ده 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 قبلهم فعلشان يخدم غرضه إن يقول إنه إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد هل الرب يصر بالموت هل الرب يصر بموت الشرير كويس إذا كان إله منتقم يبقى أكيد بيصر بموت الشرير أو أكيد بيصر بالموت بصفة عامة هذا عكس ما يعلنه الرب في الكتاب المقدس في العهد القديم يقول الرب كده على لسان أرمية في أصحاح 33 كويس وفي عدد 11 حي أنا يقول سيد الرب إني لا أصر بموت الشرير الإله اللي بيقول عليه إنه إله منتقم رب الجنود كويس الغير محب الإله الديان بيقول هو عن نفسه على لسان أرمية حي أنا يقول سيد رب إني لا أصر بموت الشرير لا يبهجني لا يسعدني كويس ما لإيه اللي يسعد قلب الرب بل بأن يرجع الشرير عن طرقه ويحيا شرير يرجع عن طرقه ويحيا وعشان كده رب أقدم دعوة ارجعوا عن طرقكم الرضية فلماذا تموتون يبقى الموت هنا مش الرب هو اللي قراره الموت هنا هو الإنسان اللي اختاره الإنسان اختار الموت الإنسان اختار الموت ولما الإنسان يختار الموت ما يجيش واحد يلوم ربنا يلوم ربنا على إنه اله ديان على إنه اله عاقب الذين لم يتوبوا ولم يرجعوا عن خطاياه هذا المبدأ في العهد جديد وفي العهد القديم ما تكسرش ما تكسرش حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طرقه أو طريقه دي طبيعة الله دي محبة الرب دي رحمته ده غفرانه كمان الرب بيدعو الخطاة ليطهرهم من خطاياهم الرب بيدعو الخطاة عشان يكون لهم حياة وحياة أفضل يقول كده في أشعياء وأصحح واحد ليه عرفين أشعياء أصحح واحد يجد صورة مظلمة جدا لشعب عايش في الخطاية شعب أنكر رب شعب يعني لا يقارن أن أنكر رب نسي إله ابتعد عنه عبد الأوثان عايش في الخطاية فالرب على اللسان أشعياء فأصحح واحد يقول ويل للأمة الخطاة الأمة كلها كانت خطاة الشعب الثقيل الإثم نسل فاعل الشر أولاد مفسدين تركوا الرب استهانوا بقدوس إسرائيل يعني اللي يعرفين الأصحح بالديتيلز بتاعته يعرف إلى أي مدى الشعب كان عايش في الخطاية كويس يقول كده استهانوا بقدوس إسرائيل ارتدوا إلى الوراء وحب يوصفهم وصفة طبية فقال كل الرأس مريض وكل القلب سقيم من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة يعني لو خدته من تحت الفوق ما فيش فيه حاجة كويسة لو خدنا من تحت الفوق الإنسان ما فيش فيه حاجة كويسة بل جرح وإحباط وضرب بطارية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيد مريض كله لما إنسان يكون المرض انتشر في كل جسمه في كل أجزائه من تحت الفوق ما فيش فيه جز سليم كان شعب إسرائيل زي كده طب الرب قال لهم في نفس الأصحاح ماذا كانت دعوة الله لشعبه رب في رحمته وفي محبته قال هذه الكلمات هل أم نتحاجك تعالوا نتكلم تعالوا تعالوا واتكلموا معايا هل أم نتحاجك يقول الرب إن كانت خطياكم كالقرمز طبيض كالثلج يعني هاخفر خطياكم وأطهركم وأبرركم إن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف يبقى رب هنا في رحمته بيدعو الشعب إليه بيدعو الشعب لكيما يطهرهم ينقيهم يقدسهم يحولهم من خطاه إلى أبرار من فعل إثم إلى فعل بر أليست هذه هي محبة الله ورحمة الله وعطف الله طب نجي إلى مثل إلى قصة حقيقية حصلت بتقدم لنا سورة عن محبة الله بتقدم لنا صورة واضحة عن محبة كلنا عارفين قصة نينوة والسمكة الكبيرة ده بيك فش بيس حتى يعني المسلم والمسيح يعرف هذه القصة جيدة إنه نينوة مدينة شريلة نينوة كانت عاصمة أشور وكانت من المدن المشهورة بشرها وبإثمها وربنا أشفق على نينوة لا يريد أن يهلكها فعمل إيه فأرسل يونان يروح نينوة ويحذرهم ويدعوهم للتوبة يونان يهودي ما حبش يروح لكن علشان يعني يهرب من ربنا راح خد سفينة تودي إلى اسبانيا بدل ما يروح إلى نينوة قصة معروفة ربنا بعت ريح موج السفينة تخبطت الأمواج طروا يرموا يونان في الأثقال بتاعتهم وبعدين قالوا احنا نرمي قرعة أكيد في حاجة غلط رموا قرعة وقعت على يونان رموا يونان في البحر جات سمكة كبيرة بلعت يونان وبعد ثلاث أيام وعيس يونان قذفته السمكة دي على ناحية الشط بعدما تاب وصلى وعترف إلى آخر ورح ولما رح هناك رح هو مخصوب بس بدأ ينادي في المدينة المدينة تابت ورجعت المدينة تابت ورجعت لكن من بسبب الحر بسبب الحر ربنا أشفق على يونان وعمل يقطينا كويس تظلل كده نبتة ربنا طلعها تظل عليه من الحر لكن تاني يوم النبتة دي دبلت وماتت فزع اليونان فربنا حبي عليه مدرس فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعف فيها ولا ربيتها أنت لانت عملتها ولا كبرتها ولا تعبت فيها ولا أي حاج التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت أفلا أشفق أنا أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة ألم يشفق الرب على نينوى ألم يحب الرب نينوى ألم يرحم الرب نينوى ألم يعطف الرب ويحصن إلى نينوى بيجي واحد يقول لك أصل إله العهد القديم إله منتقم طيب خلوني أخد مدخلة وأرجع أكمل مع حضركم أخت فريال ألو ألو أخي أشفق أهلين بيك أخت فريال أهلا بيك أخي العزيز سلام ونعمة سلام ونعمة أنا أنا فقط أقول هذا اللي يقول إنه إله العهد القديم ونفسه إله العهد الجديد هو نهائيا ما فهم لا طبيعة الله ولا فهم الله نفسه حشان يكون الإلهين مختلفين إلهنا إله واحد حتى في مزمور مية وثلاثين عدد سبعة يقول الوحي الإلهي لأن عند الرب الرحمة وعنده فداء كثير ألو أيوة معيك أنا معيك نعم تسمعني نعم وفي سفر إشعية تسعة وخف إسهار تسعة وخمسين عدد واحد يقول الوحي الإلهي هذا إله العهد القديم إن يد الله لم تقصر عن أن تخلص ولم تتقل إذنه عن أن تسمع يعني هو دائما هو يريد خلاص الناس ويسمع يسمع صلاة الناس لكن ماذا حدد بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سفرت وجهوا عنكم حتى لا يسمع إذا كان الإنسان خاطئ وكان حاجز بيننا وبين إلهنا كيف رح يسمع الصلاة فالله في العهد القديم مثل ما ذكرت أخ أشرف هو قاضي وعادل وقدوس يكره القطية اتواء في العهد الله في العهد القديم أو العهد الجديد ومسؤول عن حماية البشرية يستأصل الأشرار والخطية لحماية الناس الآخرين أو البشر الآخرين يعني مثل الطبيب اللي يستأصل السرطان أو يبتر جزء من جسم الإسان حتى لا ينتقل المرض إلى الأجزاء الأخرى فهو هذا إلهنا رحوم لكن هو يعرف ماذا يعمل ثم هل يقول الطين اللي جاء بله ماذا تصنع هو إلهنا اللي يعرف وهو نفسه إله العهد القديم والعهد الجديد شكرا وربي باركك شكرا 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 أختي فريال أخذ كمان مدخلة أخرى الأخي ياكوب معنا من روسيا هاقوب هاقوب يا هاقوب كيفك كيفك حبيبي عاملي نشكر رب أنا مشتار لك وانا كمان ربي باركك ربي باركك حبيبي بارك حياتك باركك الله يخلي يعني الصراحة الموضوع جدا جميل يعني هل فعلا أنا عملت لايف على الفيسبوك بخصوص هذا الموضوع بخصوص أنه إله العهد القديم هل يختلف سورته وصفاته عن إله العهد الجديد طبعا نؤمن أنه كمسيحيين أنه إله العهد القديم هو نفسه إله العهد الجديد لأنه كل العهدين بيقدم سورة رب الاله بصورته وصفاته غير أنه العهد الجديد أضاف معلنا أنه الرب الإله تجسر في شخص ربا يسوع المسيح وأنه الإله حقا لأنه بتجسد وخلاصنا لما افتدانا بالمسيح بنمو على الصريب للأسف كثير ناس مع الأسف قسيس عم نشوف في سوء فهم لصورة الرب الإله في العهد القديم ليه لأنه سورة الإله العهد القديم يقول لك تغيرت عن إله العهد الجديد ليش لأنه إله عهد القديم ليس إله العهد القديم وبيعتقد بعض الأشخاص أنه إله العهد القديم أنه إله غضب بينما إله العهد الجديد هو إله ما أحبه وهو وزيارة المركز ودقيق إلى العهدين فللأسف الشديد لو يعلن لو يشوف الأخ اللي بيبحث أكتر وأكتر بخصوص موضوع إعلان رب الإله طبعا عن نفسه تدريجيا وخصوص هذا الموضوع طبعا بعلن عن طريق طبعا العهد القديم بعلن عن طريق الأنبياء لأنه نعرف رب الله تكلم بالأباء والأنبياء قديما بطرق كثيرة طبعا في العهد القديم ولكن كلمنا في العهد الجديد بابنه الذي جعله وارثا للعالمين وجعله عالم أعامل للعالمين ببساطة طبعا في العهد القديم لو نتعرف على إله العهد القديم اللي هو إله غفقور ضطيء غضب محب حنون ليش؟ لأنه في سفر خروج أربعة وثلاثين الآية ستة فاشتاز الرب قدامه ونادى الرب والرب إله رحيم ورؤوف وضع الغضب وكثير الإحسان والوفائي أيوه أيوه طيب نيجي مع بعض كمان في سفر التثنية الإصحاح الرابع الآية وعهد ثلاثين لأن الرب إلهك إله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد أبائك الذي أقسم لهم عليه إله العهد القديم يقسم في العهد الأباء اللي هما مثل موسى مثل أبونا إبراهيم الأباء الأولين اللي كانوا موجودين بالماضي برضو كذلك الأمر في العهد الجديد نكشف أنه الرب الإله أيضا هو حنان ورحوم وفائق المحبة لكل الناس في إنجيل يوحن الإصحاح الثالث الآية 16 الآية الشهيرة لهي هكذا أحب الرب الإله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يومي به بل تكون له الحياة الأبوية فإحنا نعرف في هذا الكلام بشكل عام إلى عهد القديم هو في غضب وغضاء معلن على فجور الناس وإثمهم مثل كنت حضرتك استشهدت في نينوى نقبل شوي قلت استشهدت في نينوى قلت إن الناس للأسف يعني الناس أبطلت فجورهم فرسالة رومية الإصحاح الأول الآية 18 بيقولك أنه غضب الرب اللي هم معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم والذين يحجزون الحق بالإثم فالإله لم ولن ولم ولن يتغير لأن الكتاب يقول كل عطية صالحة وكل مهوبة تامة هي فوق نازم من أبي الأنواء الذي ليس عنده تغيير ولا دل الدورة طب كيف يتغير يا جماعة الخير يعني أرجوكم هو لو تغير ما يبقاش إله لو تغير لأن التغيير زي ما قلت إما التغيير الأفضل إما التغيير الأسوأ التغيير له يعني توجه يعني أو حاجة تكون موجودة حاجة ما كانتش موجودة وأضيفت إليه يعني نقص أو زيادة فده مئة بالمئة ما يبقاش إله لو تغير نعم مظبوط طب أنا أعطي آخر شيء يعني ما تجلى إليك طبعا الرب يبارك حياتك شكرا لك حبيب يعني إحنا إسلام الرب يباركك ويباركك ويحميك عزيزي اللي بدنا نوطحه بشكل عام أنه الرب الإله يغير أسلوبه مش يغير الإله نفسه إله العدد القنمي يغير من نفس إله العدد الجديد لا لأنه يغير أسلوبه تعطيما على الناس لأنه بيستخدم طرق لأنه عنده طرق بختلفة فعلا ما حبته إليهم وتبيان غضبه من تصرفاتهم وأفكارهم وأعمالهم وأقوالهم لأنه الرب الإله دان الخطيئة في العهد القديم وما زال هو يدينها في العهد الجديد الإله اللي هو في العهد الجديد الصليب نفسه هو دينيونة للخطيئة يعني عمل المسيح على الصليب المسيح مات من أجل إيه؟ مات من أجل الخطايا فده أعلاني بر الله بجانب محبته مزبوط صحي فإحنا لو نيجي مع بعض مرة ثانية وآخر شيء يعني وضحت أنت كنت الكلام لسه على لساني زي ما بقولوها فالكلام في العهد القديم إلهي لما وعد الإنسان بالخلاص على لسان الأنبياء وعلى لسان أول منهم أشياء لما أت ذكر عن خلاص جاي خلاص اسمه عمان وإيه؟ يهو معنا إلهنا معنا الله معنا كل شيء عم بتكلم عن عمل المسيح الكفار على الصليب ليش سمي العهد الجديد لأنه هو عهد النعمة هو عهد الخلاص الذي صار بنتناول كل من يطلبه بإيمان وتوبة صادقة وأمينة وهو أصلا إله العهد القديم يس تلمي تلمي أشكرك أشكرك أخي الغالي ربنا يباركك أحبيب يباركك ويبارك حياتك أخي الغالي الجميلة والإضافة لإنت دفتار شكرا لك رب يباركك رب يباركك فهمك فإشفاق الله على يونان على نينوة كلها ده حتى الرب أشفق على البهائم اللي فيها يعني الرب مش بس أشفق على الناس أشفق على كل حيك فده برهان كبير على ماذا عن محبة الله من خلال هشع ده سفر كامل بيقدم لنا في صورة جميلة جدا شخص تزوج بامرأة ارتبط بامرأة زنية لكن المرأة الزنية دي تركته وأقامت علاقة أخرى لكن يسعى وراءها ويلاطفها ويحاول يرجعها ويحبها صورة جميلة لمحبة الله مع شعب عشان كده الرب في هوشة 14 إرجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت باسمك خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب يعني الرب عايز شعبه يرجع وعايز يدي الكلام للشعب اللي يقولوا للرب علشان يتوب ويرجع يقولوا اقولوا له ارفع كل إثم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا لا يخلصنا أشور لا نركب على الخيل ولا نقول أيضا لعمل أيدينا آلهتنا إنه بك يرحم اليتيم وبعدين الرب يقول أنا أشفي ارتدادهم أحبهم فضلا لأن غضبي قد ارتدى عنهم الرب يحبهم يحب شعبه يحب الذين يأتون أليه أحبهم فضلا أحبهم فضلا مش عارف أقدم لك وإيه تاني من العهد القديم يؤكد لنا محبة وغفران وطول أنات وصبر الرب كويس لكن يجي سؤال وإحنا بندرس العهد القديم كويس العهد القديم من حيث الحجم أكبر من العهد الجديد كويس ممكن التصور الخاطئ ده التصور الخاطئ ده عن الله في العهد القديم ومقارنته بالعهد الجديد يكون سببه حكتين عدم فهم الحكتين هو عدم فهم الحكتين الحاجة الأولانية كويس أن الفترة الزمنية الفترة الزمنية بتاعة العهد القديم كبيرة جدا تغطي آلاف السنين أما فترة العهد الجديد فتغطي حوالي خمسين ستين سنة بالكتير خلال آلاف السنين الله تعامل مع شعوب تعامل مع شخصيات معينة في التاريخ الله خلال الألفين سنة أظهر دينونة زي ما أظهر رحمة أظهر عقاب زي ما أظهر طول أناك الرب تعامل مع شعوب كثيرة ومع أناس كثيرين والكتاب المؤدس سجل لنا معاملات الله سواء بالرحمة أو بالدينونة كويس فلما أقرى العهد القديم أقرى مثلا دينونة الله على سدو معمورة دينونة الله على العالم دينونة الله مثلا على المصريين في وقت من الأوليات على أشور على بابل على شعبه أنا بأعرى دينونة الله وتنفيذ هذه الدينونة ليه لأنه الفترة الزمنية طويلة جدا طويلة جدا فرجال الله أنبياء الله الذين أعلن لهم الرب أنه ما صنعوا بهذه الشعوب كان دينونة سجلوا لينا هذا الكلام فالفترة الزمنية زي ما قلت لازم نحطها في الاعتبار وإحنا بندس العهد القديم الفترة الزمنية الطويلة بتاعت العهد القديم عش كده باجت فيها أحداث ودينونة وعقاب وهلاك كثير مرة على العالم حاجة تانية أنه الدينونة في العهد القديم بتتنفذ في إطارها التاريخي يعني هو قرر أنه يدين شعوب كانعان لكن أعطى فرصة التوبة لشعوب كانعان ستمائة سنة شعوب كانعان لم تستفد بهذه الفرصة ولم تعود للرب فتنفذت الدينونة على يد يشوع فأنا قريت عن اللي عمل الرب مع هذه الشعوب فشفت الإعلان وشفت التنفيذ الإلهي تسجل لي فدينونة الله نفذت في التاريخ رأيتها ربنا نفذ دينونته في سدوم وعمورة ربنا نفذ دينونته في أشور في بابل إلى أقر في مصر نفذ هذه الدينونة لأنه التاريخ طويل فالدينونة رأيناها منفذة الدينونة في العهد الجديد مؤجلة مش ملغية الدينونة مؤجلة وليست ملغية وعشانك وعشانك العهد الجديد يعتبر فترة نعمة عصر النعمة إن دينونة الله في مؤجلة أقولها مرة تاني دينونة الله ليست ملغية في العهد الجديد دينونة الله فقط مؤجلة ليس معنى هذا إن الله لا يدين أحد لا في أشياء بيعملها ربنا وبينفذها في التاريخ بس أنا النهاردة كمؤمن من أيام المسيح مثلا لحد اليوم تكتب الكتاب المؤدس سنة 100 ملغية كاملة الكتاب المؤدس كويس حصلت أحداث كثيرة في التاريخ حصلت أحداث كثيرة في التاريخ لم تسجل لي ومعنديش أنبياء يقولولي إنه ما حدث مثلا مع روما أو مع إيطاليا أو مع فرنسا أو مع أمريكا أو مع أوروبا أو مع آسيا أو مع الصين إنه دا دينونة الهية أنا لا ما عنديش ما عنديش الأنبياء اللي أكدوا لي إنه ما حدث كان دينونة الهية لكن أكيد في أحداث كثيرة حصلت خلال الألفين سنة اللي فاتوا كانت دينونة الهية لكن أنا ما أقدرش أجزم بيها لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم فالله بنفس دينونته بطرق كويس معينة لكن أنا ما عنديش الأنبياء لا أشعياء ولا أرمية ولا ميخة ولا هوشة والآخر قلولي إنه اللي حصل في الحرب العالمية الأولى دا كان دينون يطلع على فلان أو على الشعب الفلاني أو كذا وكذا فبالتالي ما أقدرش لما أجي أقارن التاريخ الطويل وأقارن العهد الجديد العهد الجديد بيكلمني عن حياة الرب يسوع وما صنعوا يسوع لكنه اللي ما بيلغيش الدينونة الإلهية على العالم أو على الخطأ دينونة الله مؤجلة لكي ما يعطي الله بنعمته فرصة للإنسان لكي ما يتوب ويعود أجي إلى العهد الجديد بسرعة أنا تكلمنا عن العهد القديم لكن العهد الجديد تعرفوا العهد الجديد طبعا هو موضوع نبوات موضوع تحقيق نبوات العهد القديم رب يسوع كان يقول يصنع خيرا يشفي رب يسوع تعامل مع كثيرين أظهر محبة لكثيرين لكن عايز أقول لكم حقيقة تعرفوا أكتر شخصية أكتر شخصية في كل الكتاب المؤدس اللي اتكلمت عن الهلاك الأبدي الهلاك الأبدي والعذاب الأبدي والنار التي لا تموت لا تطفى والدود الذي لا يموت هو مين عارفين مين شخص الرب يسوع نفسه يسوع الذي يعني كمال المحبة كمال المحبة الذي هو إعلان كامل لمحبة الله هو أكتر شخصية أكتر شخصية اتكلمت عن الهلاك الأبدي والدينون الأبدية ده الرب يسوع قوعه يخدعكم أحد ويقول أنه أنه العهد الجديد يقدم بس إله رئيس السلام محب غفور ده يعني طويل للروح أما العهد القديم فيقدم إله ديان غادم ده ده كذب ده خداع ده ده تضليل لناس الرب يسوع نفسه اتكلم عن الدودة الذي لا يموت الرب يسوع نفسه نقرأ مثلا متى 25 ونقرنها ثم يقول هذا يعني عن اليسال اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملك فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرال إلى حياة أبدية رب يسوع كلم عن الدينونة الدينونة الله مؤجلة في العهد الجديد هو إله واحد لم يتغير لم يحدث فيه تغيير أو ظل دوران هو الله الذي لا يتغير دي حقيقة إيماننا وده جوهر عقيدتنا المسيحية إنه إله العهد الأديم هو إله العهد الجديد هو يهوى هو الإله الذي تجسد هو الإله الذي أتى إلينا وعشك كده نقرأ الكتير مؤدس ونفهم كلمة الله ونعرف من هو إلهنا الذي لا يتغير أبدا نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر